حمل رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور الإدارة الحالية للجمارك المسؤولية الكاملة في ترد أوضاع المتعاملين لدى الجمارك عبر ممارسات التي وصفها بغير المنطقية دعيا إلى ضرورة سد كل الثغارات الموجودة في القوانين المنظمة للمهنة تجنبا للوقوع في مزيد من المخالفات مشكلة العظيم والعويس مع إدارة الجمارك بل إحنا عندما القانون الجمارك والمدة 78 خاصة تحتم على وكيل العبور بش يكون عنده وكالة من عند مول البضايا إدارة الجمارك تشوف باللي فيها تصريح خاطئ هذا التصريح خاطئ وكيل العبور داروا على حساب الوثائق اللي مدهملوا مول السلعة إدارة الجمارك باش تتبع مول السلعة تتبع وكيل العبور رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور أكد أن إدارة الجمارك عاجزة عن توفير العديد من التصريحات منذ قرابة سنة كاملة هذه التصريحات لا يسمح بدونها اتخاذ أي إجراء لاستلام البضائع من الميناء على الرغم من أن القانون يحتم على إدارة الجمارك توفيرها لكافة الوكلاء الناشطين في المجال أي تصريح باش وكيل العبور يدير الإجراءات الجماركية لازم له هذا التصريح هذا التصريح نقص هذا يا ما توفره إلا إدارة الجمارك إدارة الجمارك اليوم عاجزة باش توفرنا هذا التصريح هذا على الرغم من أن وكلاء العبور لهم أهمية كبرى في عملية الاستراض والتصدير كونهم شريك هام للجمارك إلا أن غياب الجدية لحل المشاكل العالقة حسب الوكلاء تبقى النقطة السوداء بالنسبة لهم فيما نستطيع النطة في الدرنية نستطيع أخبرهمنا . مع المدرية الجهوية المدرية في سكيكدا الاجتماعات الاجتماعات رانا ندير فيهم ولكن كما تكلمت لك أول مرة مهما هذوك الاجتماعات رانا ندير فيهم مهما في الحقيقة ما نكذبش مهما البيبان في إدارة الجمال كلها مفتوحة ولكن أخت كريمة للأسف الملموس الملموس مكاش ليومنا هذا الملموس مكاش